وقد أعلنت وزارة الصحة أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 522 ألفا وأربعة وثمانين شخصا فيما بلغ عدد من تلق اللقاح بجرعته 348 ألفا و791 شخصا وجددت الوزارة دعوتها لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للجميع بمن فيهم المتطعمون لفتة إلى أهمية وقف تجمعات العائلية ومراعاة تباعد الاجتماعي كوسيلة هامة لخفض معدلات انتشار الفيروس